الامحة او الغلة دية زي ما بتسموها في الدول العربية بتضبط نصات السكر في الدم لو انتم ما تعرفوش وبتقدي الى انخفاض السكر بمستوات عالية قوي قوي وبسرعة كبيرة جدا توصل لسرعة البرق في تقليل السكر ازاي عملنا مشروب من الامح اهوت بس ضيفنا عليه ثلاث مكونات تانيين عشان نوصل لنتيجة كويسة ونتيجة تضبط بها السكر في الدم وتعالج مضاعفاته فكل ده في الفيديو هاريت لو انتم مش مشتركين تنزلوا تشتركوا تعالوا بينا نشوف وصفة الامح لعلاج مريض السكر ان شاء الله نهاردة معانا وصفة ربعية لمريض السكر وصفة بتتكون من اربع مكونات افضل واحلى من بعض لي بسمو الوصفة دي حتى مهلك السكر للنوع الاول والتاني النوع الاول ينفع يستخدمه والنوع التاني ينفع يستخدمه طب ايه بقى فويدها وايه مكوناتها وغيره تعال نشوف ايه المكونات وازاي نستخدم المكونات دي وناخدها كم مره في اليوم ولمدة قد ايه هنفضل تعايشين عليها على طول لا خالص هتفضل ماشي عليها لمدة كام يوم كده اقولك عليهم وبعد كده هتلاقي الدنيا تضبطت معك خالص والمضاعفات راحت والدنيا قلت خالص تعالوا بقى نتعرف عليهم قبل ما نتعرف عليهم يا جماعة نزلوا اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديدنا كل الفيديوهات اللي بتنزل ما بتوصلش اخينا انتو مش مفعلين زر الجرس يلا بينا نشوف ايه اللي معنا بقى وانتو عارفين زي ما احنا متعودين بنقول ايه اللي معنا وبنقول ايه اهميتو وبنعمل الوصفة اول حاجة اللي معنا اول حاجة البان الدقر او بيسمو بعض البلاد اللي بان المر خليكوا بس عارفين ان اي حاجة لها اسامي تانية دول عربية اكتبوها تحت في التعلاج ده اللي بان المر دي الحبة السوداء او حبة البرق دية الشعير ده الشعير يا جماعة اهو تب ده ده الامحة او الغلة ده الامحة بيسموه غلة في بعض في مصر بيسموه الغلة طيب ايه اهميت كل واحدة معنا دي اول حاجة هنخش على طول لبان الدقر ده او اللي بان المر مفيد جدا لمر السكر الطبع اول حاجة في البان الدقر ان هو بيخفض مستوات السكر في الدم اه بيقولوا ايه بقى هم بيقولوا ان الدراسات الحديثة يعني ما اكدتش المعلومة دي قوي بس هي مهم جدا بيخفض ايه اه 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 مستوات السكر في دم مش بس كده قالوا ان هو في مواد مضادة للالتهابات اللي بان اتذكر بيقلل التهابات الروماتيزم والتهابات المفاصل ومشاكل العزام اللي ليها علاقة بمريض السكري يعني انتي الوصفة دي اصلا شاملة كل حاجة لا وليك عندك مشاكل في العزام مشاكل الجهاز هضمي كل ده بتتظبط تمام بيقولوا ان الباحثون ان البان الدقر ده بيفرز مركبات اللي اللي موجودة في كرات الدم البيضي اللي دي بقى ايه اه اه اللي بتقدي دورها في انها بتقلل الالتهابات هنستخدمه كمضاد للتهابات نخش على تاني نوع هي الحبة الصودا او حبة البركة الحبة الصودا اتعمل عليها الدراسة في جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية لقوها ان هي من اهم وافضل الاعشاب لعلاج مريض السكري او الحبة الصودا يتعالج ارتفاع المستوى السكر في الدم ولكن لو استخدمتها في الوضع الصحيح يبقى دية الحبة الصودا الحبة الصودا تشتغل بطريقة تانية وتقلل المستوى السكر في الدم لقوها انها تفتح مستقبلات الانسولين الانسولين يجي مسك عليها ويقوم دخل السكر على دول فهي بتعمل هذه الحاجة مهمة جدا برضه انها تحسن صحة الابنكرياس التي تفرض الانسولين ومضاد اكسادة قوي جدا ويعالج ضغط الدم والحبة الصودا مهمة للكوليسترول الضار وتقلل الكوليسترول الضار وتزود الكوليسترول المفيد لصحة الانسان ومضادات الاكسادة التي تساعد اهم شيء فيها مضادات اكسادة تساعد على افراز ومنع مقاومة الانسولين وتفرض الانسولين وتمنع مقاومته كمان عشان كده بتفتح خلايا المستقبلات الانسولين طيب دلوقتي نخش على ثالث حاجة معانا هي الشعير ايه ده هو الشعير المهم؟ اه هو علاج سحري على فكرة ازاي علاج سحر المريض السكر؟ قالوا ان الشعير اصلا ينظم مستوى السكر في الدم ويمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم لان الكربوهيدريد والنشويات الغنيات فيها ما بترفعش مستوى السكر في الدم تمام؟ عشان كده بيوصوا بتناول خبز الشعير اصلا يا جماعة لمزيد من التوازن لو انت عايزة تعملي توازن في السكر بيقولوا انك تاخدي الشعير فالشعير مهم جدا جدا لمريض السكري لانه بينظم مستوى السكر في الدم الشعير برضو بيعمل حاجة كواسة قوي قوي انه هو بيعمل على امتصاص السكريات اللي موجودة في اي اكل انت بتاكله بتاكل اي اكل الشعير بيمص السكر اللي فيه وعشان كده بيعمل على انخفاض السكر والانسولين بيقالج فكر الدم بيحتوى على مادة النحاس اللي بتساعد في تشكيل الهيموجلوبية اللي مهم في انتاج خلال الدم الحضر عشان كده مهم المريض السكر الجهاز الهضمي عارفة بيعالجوا ايه؟ الشعير بيعالجوا بيه عسر الهضمي طبعا انتوا عارفين ان الشعير الكلا مهم جدا بيمنح حصوات المرارة بيقدر انخفاضك بيقدر انخفاضك مستوى وزنك لو انت وزنك كبير او حاجة الشعير ده ناس بيستخدمه للتخسيس مهم جدا جدا للوقاية من اي امراض مثل سرطارات السادي والقلون والماء ده مهم جدا يعرفت الشعير بيعمل ايه؟ طيب اخر مكوم معانا هو الامحة الامحة او الغلة مهم جدا للمريض السكري انه هو ياخد حبوب كاملة فهي الحبوب الكاملة ديت كويسة جدا 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 في تضبيط مستوى السكر في الدم وبرضو بيقلل ومعروف انه عن الامحة ده بيقلل فيه الياف كتير فبيقلل السكر اللي موجود في الدم بس بشرط ان الارباع دول يتاخدوا مع بعض مش كل واحدة مع نفسها فتعالوا بينا نشوف ازاي ناخدها والمدة كامي يوم هنعمل ايه؟ هنجيب حاجة نغلي فيها نبعدهم شوية نجيب حاجة دي هنغلي فيها المية دي هنعمل ايه؟ ايه الجرامات اللي انا استخدمها؟ من كل حاجة هتاخدي 100 جرام من كل حاجة هتاخدي ايه؟ 100 جرام 100 جرام كده هتستخدميهم اهه من كل حاجة همية جرام توزيني 100 جرام وتحطيهم بحيث تقدر تستخدميهم طب هنعمل ايه؟ هتجيبي 3 لتر مية 3 لتر مية 3 لتر مية 3 مية لتر مية او مية فلتر تمام؟ وخدناك من كل حاجة ايه؟ 100 جرام هنحط بقى المية وبعد كده نحطهم على ايه؟ على النار تمام؟ هنحطهم على النار بقى يغلوا يا جماعة وبعد ما نحطهم على النار اه نسيبهم يبرد خالص ونحط بعد ما يبردهم نسيبهم لما يبردهم نحطهم في التلاجة وناخد كوباية على الريق وما كلش بقى لمدة ساعة بعد ما اخده هنقلب كده هنحطهم على النار بعد ما نزلوا اللون ده هيتغير اصلا بعد ما تحطهم على النار بعد ما تحطهم على النار هتجيبيهم هتجيبي المية بتاعتهم تمام؟ وتحطيها في حاجة كده في الكوباية او حاجة وتعناها في التلاجة وتشرب منها كوباية واحدة على الريق لمدة 12 يوم لمدة 12 يوم لمدة 12 يوم الوصفة دي حتى اللون بدأ يتغيرها لما يتحط على النار اكتر هبان يبقى 100 جرام من كل حاجة معنا من الحب السوداء الشعير الامح ونصفيهم ونضعهم في التلاجة بس ما تحطهمش في التلاجة الا ما يكونوا بردوا ما ينفعش يتنزلون من على النار وتاخد اول كوبا تاني يوم يعني انت لو هتغلدي بالليل تاني يوم الصبح عادي يخذ صب كوباية واشربها لمدة 12 يوم هتفرق معاك ان شاء الله هتزبط الدنيا هنفضل ماشينا على علاج والاحسن نتابع مع طبيب كمان تمام؟ حصل اي مشاكل او خدت الحاجات دي قبل كده وما نفقت معاك ما تجربهاش تمام؟ او خدت الوصفة دي قبل كده ما تجربهاش لو عايز تجيب نتيجة سريعة عندك كذا حاجة اول حاجة تزبطي اكلك بمعنى ان انت ما تقطريش من الكربوهيدريت ما تقطريش من الدهول وتزود بروتين والياف اللي هو تبدأي تزبطي الاكل الاكل ده عليه عامل رئيسي وبيقوله ان هو بيحمي من السكر وبيعالج في الحالات الاولية من السكر تمام؟ طيب حاجة تانية كمان لازم تتعامل هو انك انت تمشي على رياضة اه تبدأ انا ما بقومش من مكاني ها اعمل رياضة ازاي؟ عادي تحركي بس مجرد رجلك كده حركي ايدك اا تحاولي تعملي مجهود ايه خفيف خالص بحيس ان انت تزود اتشغال الدورة الدموية او غيره وتحصل في الدم هي دي باختصار وصفة مقربعية كده مهلكة المريض السكري يعني ايه مهلك للسكر وبتعالج لك مضاعفاته من اربع مكونات يعني ايه بقى لو استفدتوا عرفت كل معلومة وفايدتها تكتبونا تحت في التعليقات وتكتبونا اسامي الحاجات دي في الدول العربية لو لها اسامي تاني شكرا جدا جدا على متابعيكو وشكرا للناس اللي يكملوا الفيديو للاخر متنسونيش بقى لايكو للفيديو وشير وتفعيل زر الجرس واشتركو في القناة شكرا جدا جدا لكم